اشتركوا في القناة ستة نوفمبر على السادة القاهرة الناس رتبت نفسها على كده عشان بس لعيبة الزمالك والاهلي يبقوا سمعين كلامي دلوقت ان الجمهور دلوقت رتب نفسه ان هناك مباراة قمة للكرة المصرية والكرة الافريقية في قلبه على ارض السادة القاهرة يوم الستة نوفمبر المقبل فعشان كده اللعيبة لازم تكون في مباراة الجامعة الاهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء يوم السبت على تم الاستعداد والاجهزية زي ما بيقولوا طبعا كل شيء اوارد في كرة القدم لكن انا براهن على خبرات لعيبة الآي والزمالك وعلى يعني احساسهم بالمسئولية وتقديرهم لها لانه المباراتين حيبقوا فيهم بعض الحاجات اللي محتاجة برضه تاخد بالك اولا ما تبقاش مستهتر اكتر من لازم ثانيا في بعض الآيب عندها انذارات ممكن تعمل مشكلة انت عندك الزمالك عنده تلاتة لو خد حد فيهم انذار تالت هتعمل مشكلة كبيرة جدا والتلاتة عامدة رئيسية انت بتكلم في طرق حامد في مصطفى محمد انت بتكلم في لعيبة يعني مش سهلة المسألة ابو جبل كل دي لعيبة عامدة اساسية في نادي الزمالك فحيبقى برضه مشاركتهم امام الرجاء بحساب برضه عشان انت معارفين يعني كمان النتيجة بتاعت مبارات الزهاب مطمئنة قالي كسبان اتنين والزمالك كسبان واحد لكن الاتنين التانين جايين مش بقيين على حاجة يعني انا خسران اتنين على ارض حابق على ايه فهلعب جيم مفتوح فممكن الوداد يعني لعب جيم مفتوح مش قلقا من حاجة بتاع فلازم تفضل طول الوقت مأمن نفسك ومأمن دفاعاتك ومأمن وتركيزك عالي علشان خاطر ان تستمر النتائج الاجابية في المباراتين دول وان شاء الله الفرقتين بتاعنا يلعبوا في المبارات النهائية في قلب استاد القاهرة يوم 6 نوفمبر والمبارات دي حيبقى فيها اكتر من ميزة اول حاجة دي اول مباراة هتقام بين فرقتين فاينال دورة بتاع افريقيا الشامبينز ديجي الافريقي بين فرقتين من بلد واحد تاني حاجة ان اول مرة هتتلعب الفاينال دورة بتاع افريقيا من مباراة واحدة وحيبقى اول مرة هيبقى فيها اهل وزمالك يعني البطولة الاولى التي ستشهد المبارات النهائية فيها اقامة لو الحصول على اللقب من مباراة واحدة زي اوروبا هتبقى بين الاهل والزمالك فده يعني عرص افريقي والحقيقة ده يؤكد سيطرة الأندية المصرية على القرى الصمراء دائما في كرة القدم غير بقى المجد الفردي والمجد الشخصي لكل لعب حيشارك في هذه المباراة ويحقق اللقب بعد كده احنا الجمهور كله متفقين ان احنا هنشجع اهل وزمالك في السيمي فاينل كل الناس هتشجع اهل وزمالك في السيمي فاينل قلنا السيمي فاينل شجع بالعقل والفاينل شجع بالقلب يعني يفضل عقلك يقولك احنا عايزين نهائي بين اهل وزمالك في نهية مصري خالص كل الانظار هتتجه لاستاذ القاهرة كل الناس هتتفرج على الكرة المصرية هتتفرج على لعبة الاهل والزمالك وده هيبقى نهية مهم جدا يعني زي ما بيقوله كمان ده هيبقى ديربي من اهم ديربيات العالم معرفين الديربي المصري يعني بييجي بعد الديربي الاسباني ممكن في المركز الثاني او الثالث على اكثر الديربيات الشعبية في العالم هو الديربي الاهلي والزمالك فكمان حيبا ديربي مهم جدا في كل الدنيا هتتفرج على هذه المباراة فحيبا مجد شخصي لكل لاعب يشارك في هذه المباراة وعندنا اتنين مدربين بيقودة الفرقتين مش بتوع فلسفة ولا بتوع حواديت الاتنين ملتزمين جدا في الاهلي موسيماني الحياة ملتزم جدا رجل مش بتاع يعني حواديت ولا شقلبة في الفرقة زي بعض المدربين ما بتعمل فايلر مدرب شاطر جدا وكويس جدا وكبير جدا لكن كان بيجي في بعض الاحيان يعني يجرب حاجات كده معينة عايز يقفل عايز يعمل فكات الفرقة بتطلخبط المسيماني ما عملش كده لعب بالطريقة الصريحة بتاعته قدام الوداد في المغرب وكيس بتنصف ونفس الكلام عارفين بتشيكو الراجل يعني كوبر زي كوبر بالظبط كده مع المنتخب الراجل كل همل زون ديفنس ويقفل كويس جدا ويرعب واستخدم سرعات الطرفين الأجنحة مع المهاجم اللي موجود مع القادمين من الخلف من خط النص فبالتالي هتبقى مباراة يعني كل حاجة فيه بالورقة والقلم تيك تيكي على اعلى مستوى مباراة الاهلي والزمالك ان شاء الله هيبقى النهاية يوم 6 نوفمبر لكن عشان نوصل للمرحلة دي لازم نتخطى الاول وسريعا مرحلة الجمعة والسبت الاهلي والوداد والزمالك مع الراجل النهاردة بعد شوية البراميز هيقابل حرية الغيني وبراميز الحقيقة في البطولة بتاعت الكونفدرالية عامل حاجة يعني جمدة جدا النادي الوحيد اللي كسبان كل مباراةه بره من دول 64 لغا دلوقتي كل مباراةه خارج ارضه كسبها بنسبة نجاح 100% ممكن خسر على ارضه لكن بره ارضه كسبان بنسبة نجاح 100% وممكن تبقى انت ببراميز ببراميز يعني يكسب البطولة بقى امرت ايه دي النادي لسه معمول بقى لشه 4-5 سنين كلام ده اللي مش عارف او اللي مش فاهم او اللي مش شايف ببراميز او اللي ما عرفوش لكن اللي عارف وفاهم وشايف ومدرك ومحتاج ببراميز عارف انه فرقة ممتلئة بلعيبة الاهل والزمالك بكل خبراتها بكل قوتها بكل يعني جوالاتها الافريقية انت بتتكلم في عبدالله السعيد بتتكلم في علي جبر بتتكلم في احمد الشناوي بتتكلم في عمر جابر بتتكلم في افرقى زي اريك تروري وزي جون انطوي بتتكلم محمد فاروق كل دي لعيبة حتى غير اهل والزمالك بتتكلم النبي نعماد دونجا لعيب منتخب بتتكلم في احمد حمد الباكليفت لعيب منتخب كل دي لعيبة يعني عندها قدرة وسطة عبدالله باكري كل دي لعيبة عندها قدرة وسطة واحمد أيمن منصور كل دي نجوم كبيرة جدا وعندها قدرة وسطة انها تكسب حرية رغين لما تحط دا قصاد دا فنيا وتاريخيا هتلاقي اللعيبة دي تكسب الكفة دي ترجع قد بالكو يعني بعيد بقى عن الكورونا انه حرية كان عنده كورونا عايزة اجل المباراة وممكن نهضة بركان كان عايزة اجل اسمه حسنية اغادير كان عايزة اجل مباراته برضو مبرح مع نهضة بركان بسبب الكورونا والكف رفض ونفس الكلام الرجاء بيقول لك عندي تمانية يعني مصابين بالكورونا وعايزين يعجلوا مباراة الزمالي فبردو الكف في طريقه للرفض دا الكف قال لك بصه 11 لعيب و3 احتياطي فيه 14 سلام كل سنة ومتطين هتلعب الماتش مفيش تهريك عايزين يخلصهم البطولة البطولة طولت جدا ودخلنا فترة قدم الجديدة ويعني بقت عندنا مشاكل حتى على المستوى الاداري كبيرة جدا مسببها البطولة الافريقية فيه على المستوى الافريقي فبقيد عن دا يعني برامز الحقيقة من الاندية اللي هي مرشحة بقوة للفوز ببطولة كأس الكلفدرلية الافريقية بحكم يعني انه برامز بحكم انه هو يعتبر يعني من افضل الفرق الموجودة في هذه البطولة اخد بالكم ان نهضة بركان بيوصل فينا للمرة التانية وخسرت بطولة اللي فاتت قدام الزمالك احنا عارفين يعني يعني انا معرفش الفجأة التليفون عمال يضرب الاتنين قدام الزمالك لكن فنهضة بركان بيوصل للمرة النهائية للمرة التانية في الكلفدرلية هدفه يحقق اللقب وعارفين انه المغربة السنة اللي فاتت خسروا اللقبين دور الابطال قدام الترجي الوداد وقدام الزمالك نهضة بركان في الكلفدرلية السنة دي كمان في السنة فاينال حيخرج الرجاء وحيخرج الوداد وخرج حسنية اغادير مطلوب من برامدز انه يتخطى ان شاء الله النهار ده عقبة حرير غيني وفي الفاينال يكسب بإذن الله نهضة بركان ويحقق اللقب لأول مرة في تاريخه وده هتبقى بطولة الحقيقة استحقها برامدز لانه من الاندية اللي محققها نتائج كبيرة جدا في الكنفدرلية في هذا الموسم المبارات النهائية هتقام من 25 اكتوبر وعايز اقول ان الرقم برامدز خلاص يعني اللي غير نهاية البطولة انه هو كسبان كل الماتشات خارج أرضه على اعتبر ان المبارات الدول قبل النهائي والنهائي تعتبر على ملعب محايد وفق اللي قرره الاتحاد الافريقي دي حاجة اه انا عايز اقول بعض الاخبار بقى المهمة اه طبعا احنا فجئنا ان المسيماني بيلعبش باجي الماتش اللي فات يعني انا كنا متوقعين ان المسيماني حيلعب باجي لانه احنا قلنا الاهل مع الوداد الوداد حيهاجم وحيفتح الملعب فباجي حيبقى لي دور في هذا في هذا الموضوع لكن المفاجأة انه اه ان باجي اه ملعبش هذه المباراة وانا فتكرته حيامة زي فايلر في المباراة بتاعت سانداونز لما كان المسيماني هو مدرب سانداونز كان باجي دور في المباراة العودة لو تفتكروا كان الاهلي كسم هنا اتنين سفر ومباراة هناك خلصت واحد واحد وكان الاهلي خسران المباراة الاولى اه الاهلي كان خسران المباراة الاولى اه في البطولة السابقة يعني كان خسران في البطولة السابقة اه خمسة سفر فكان الاهلي داخل الماتش ده برغبة كبيرة جدا في اعادة الكبرياء قدام سانداونز فباجي لعب المباراة اللي هناك فتوقعنا كده انه مسلمنا هيعمل نفس الفكرة انه محتاج انت محتاج جمل في الهجوم وفي يخزر للمساحات الواسعة دي عشان يجري ويخش يحطم في الدفاعات الوداد لكن فوقنا انه ما بيلعبش وانه الراجل يعني هو غير غضبه من باجي لما اعترض على تغييره في مباراة بنامتز في الدوري اللي سبقت لقاء الوداد لكن كمان هو شاف انه الراجل انه باجي مش بينفس تعليماته بالشكل المطلوب وشاغل نفسه بحاجات بايد عن الكورة يعني مهتم بتغيير عربيته كل شوية قال لك يعني كل شهر عايز غير عربيته وهو بيحب العربات الجديدة هو بيحب ما عرفش يعمل ايه فشاف انه ما شغول برا الملعب ففي الكواليس بتقول انه هو طالب مهاجم جديد وطالب رحيل باتجي ده الكلام اللي بتقال لعدم فعاليته من وجهة نظر ومع ان باتجي قابل ما يمشي فايلر كان هو المهاجم الاساسي في الاهل او الرئيسي وكان جاب ترى تربح تجوه الحقيقة وكان عامل مستقى كويس جدا لكن موسيماني شايفه مش كده تاخي كل مدرب يعني 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 ممكن ولد اظهره لو كان موجود مع موسيماني كان ممكن يقولك احسن مهاجم كان مع فايلر مشاه واتبع خلاص ولد اظهره دلوقت الاتفاق السعودي قابل فايلر كان ولد اظهره كويس جدا مع الكابتن حسام البدري اهم مهاجم في الفرقة قابلها مع الاهلي لما كان ماسك الكابتن حسام الاهل فكل مدرب لوجة نظره فالاهلي دلوقت بيجيب احمد رمضان بكهام من دجلة المدافع فتخيلوا بقى انه بدجي ممكن يخش في صفقة احمد رمضان بكهام على سبيل الاعارة سنة في دجلة تخيلوا انه الاهلي دلوقت عرض على دجلة اتناشر مليون جنيف بكهام بكهام وفق العقد اللي مع الاهلي لما الاهلي بيعوا لدجلة من سنتين في صفقة محمد محمود اعتقد كان باربعة مليون لانه يمكن يبقى بخمستاشر استاشر مليون دلوقت لو جي دجلة يبيعوا يعني بعد اول سنة بالضعف المبلغ تاني سنة بالضعف حاجة كده يعني كان تبرق اربعة اخمسة مليون وقتها فدجلة عايز يبيعوا بالقيمة وفق التعاقد انتضعف ثلاث مرات فعني فجأة يعني سينابي يقولو كده تبقى في السماء وبعدين فجأة تنزل لسابع ارض بيجهز فرقته مش بس للفاينال هنتكلم عن الفاينال دلوقت وكلام ده لكن بيجاز فرقيته كمان للموسم الجديد هو شايف ان عنده مشكلة كبيرة جدا في المدافعين هو شايف ان المدافعين اصابات كتيرة جدا وهو مش قادر يعني يتحرك في اللي موجودين موجود اتنين دلوقتي ايمان اشرف وياسر ابراهيم بس اللي موجودين فالتنين دول مش قادر يعني هو شايف غير راضي على اداء الدفاع بشكل عام هو بيقول ان هو بجانب بدر بنون المغربي اللي كل الناس شايفة ان هيبقى اضافة كبيرة جدا للنادي الاهلي كلام محترف ومتمكن في هذا المكان فكمان موسماني قال لا انا محتاج كمان تلاتة عليه تلات مدافعين تخيلوا بقى يعني في وجود ياسر ابراهيم في وجود ايمان اشرف في وجود رامر ربيع وفي وجود محمود متولي وفي وجود اه 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 سعد سعد سمير الخامس خلال خمسة عايز تلاتة عليهم بجانب بدر بنون المغربي بتاسعة مدافعين معنا ان ايه معنا الكلام ده ايه لو حصل اداء احمد رمضان بي كان بيجي ممكن ترجع تاني الكلام عن بار المحمدي يرجع وممكن كمان يرجع على الرجل السموي جلال بتاع الامبي وممكن يرجعه سردبك من المعار لسموحة بتاع الاهلي عم منهم وممكن يرجع يشوف الجزار من الجونة يعني الاهلي عنده اطروحات كتيرة جد وممكن يجيب لها افريقي سردبك على حساب حد من الموجودين المحترفين لكن الراجل شايف انه محتاج تلاتة بنانة عليه هيتم الاستغناء عن تلاتة اصادهم اكيد يعني فممكن تتفاجئ في القائمة الجديدة استمرار مثلا طبعا احمد بتقول لي مش هتقايد لانه عنده صليب لسه مكبل نهاية الموسم الجاي فمش هتقايد ده طبيعي جدا مش هتقايد لكن ممكن تفاجئ بي مش عايز اقول اسماء لكن ممكن تفاجئ باسماء في تفاع النادي الاهلي لن تقيد في الموسم الجديد استقر موسماني على ان كهرباء يتواجد على دكة البودلاء في المباراة التانية يمجمع مع الودات يعني قال لك انا كسباني اتنين مش محتاج اغامر يعني كهرباء كويس وصل تعافى من الاصابة لكن انا مش محتاج اغامر ولا محتاج ان انا يعني يجيل اصابة عندي مباراة فاينال هي الاهم دلوقت الاهلي بيبص للمباراة يوم 6 نوفمبر ومتوقع بنسبة 99% انه هيبقى في مواجهة الزمالك يعني مباراة تقيلة فكل العيب هيبقى يعني مطلوب في هذه المباراة فقال لك كهرباء هدخله معايا في المباراة الجاية اعادوا عالدك يعني لقيت نفس الدنيا ماشية تمام وزي الفل ومحتاج كده اخر عشر ده ازقه اهو ياخد كده يعني يجول ماتش ويبتدي يرجع بالتدريج عشان اجهزه للمباراة 6 نوفمبر اوكي الماتش معقرب ومشاكل بتاع مش هيلعب كهرباء لكن هيتواجد على دكة البودلاء في المباراة القادمة وقفشا جاهز ومروان محسن جاهز عارفين كان في بعض الاجهاد وبعض الحاجات لك الاتنين جاهزين للمباراة القادمة ونفس الكلام ينطبق على الشناوي الاهلي خدوا قرار خاص بحراسة المرمى هم فاتحوا الملف بتاع حراسة المرمى وشايفين ان الفريق في حاجة الى حارس المرمى موجود رابع طب رابع طب فيه الشناوي فيه علي لطفي فيه مصطفى شوبير وفيه حتى الحارس الصعد بن طرق سليمان والناس دي فقالك ايه قالك لا احنا محتاجين لعيب تاني خبرة في حراسة المرمى مع الشناوي ومع علي لطفي مصطفى شوبير لعيب صعد ووعد وكل حاجة لكن خبراته اقل فبدأ اطرح اسمين محمد بسام حارس مرمى طلاقع الجيش وفيه محمود جاد اللي هو الحارس المرمى الصعد بسرعة الصاروخ يعني فيه نادي امبي محمد بسام الحقيقة يعني يفكرك بنفس فكرة الشناوي وكان لعيب حارس مرمى في النادي الاهلي وبعدين خط تجارب اخيرا بترجات وبعدين راح تلعي الجيش حاجة كده راح تلعي كان قابل تلعي الجيش يعني اعتقد كان في بيترشيت او حاجة فبسام الحقيقة متقلق وكان ليه دور مهم جدا في مباراة برامدز مع تلعي الجيش الاخيرة فيه كاس مصر وصعد بتلعي الجيش الى الدور قبل النهاء على حساب برامدز وبرامدز يعني فريق تقيل فريق مش سهل فاستقرت المفاضلة بين الاتنين دول وحيسيبه لميشيل يانكن ده اللي هو المدرب حراس المرمى بتاع النادي الاهلي حرية الاختيار بين الاتنين وهو اللي هيقرر وبنان عليه الاهلي هيبتد يتفاوض مع النادي اللي هيقرر المدرب بتاع حراس المرمى ياخد انهي مهاجم من الاتنين عجبني الفيديو اللي تنتشر على السوشيال ميديا لما الزمالك كسب مباراة الرجاء وكل العيبة راحت لعلى فرجاني ساسي على قطو وقعدوا يهياصه ويهتفوله بشكل كبير جدا سبكوا بقى يعني من قصة فرجاني ومشاكله وانه فلوسه متأخرة دايما وانه هو متضايق جدا من القصة دي وانه الزمالك بيحاول معرفش ايه وانه كان داخل في صدام مع امير يعني في الاخر احنا بنتكلم في فينال وفي الاخر العيب المحترف حتى انا الحلقة اللي فاتت لو تفتكروا كنت بقول لي فرجاني عندك مباراة العودة لازم مباراة العودة تكون هي يعني تظهر رغبتك بشكل كبير جدا في انك تشارك في هزي المباراة فعلا فرجاني وصل النهاردة كان الكورونا منعا المباراة اللي فاتت الحمد لله المسحة سلبية وسمحوله في المغرب بالسفر ورجع مع بعثة الوداد النهاردة وحيطلب المشاركة عارفين ان البروتوكول الطبي بتاع الاتحاد الافريقي بيقول وانسا ان المسحة سلبية تلعب اوروبا مش كده اوروبا لازم تاخد اسبوع عزل بعد المسحة حتى ما تبقى سلبية تقعد بعيد كمان اسبوع لكن عندنا احنا في افريقيا لا مسحة سلبية خلاص تلعب ما فيش مانا فيعني حيبين بقى هل فرجاني اصلا جاهز فنيا وبدنيا انه يلعب هزي المباراة ولا لا ولا يتجهز لمباراة الاهلي يعني ممكن ما تكونش جاهز بدنيا بشكل كويس فتتصاب وتبقى مشكلة في الفاينال يعني عارفين كمان قصة محمود علاء محمود علاء غاب عن المباراة اللي فاتت بتاعة الرجاء ورغم كده صفروه وكانت حاجة غريبة جدا يعني يعني لو كان محمود علاء سبوه وتقاهل الكام يوم دول هنا في مصر كان ممكن يلحق بسهولة بمباراة العود مع الرجاء لكن هو بنسبة كبيرة مش حيلحق بمباراة العود فان شاء الله قدر يعدي خلاص الرجاء يعني بس هم حاجة يجهز للمباراة النهائية محمود علاء فممكن يغيب بشكل كبير جدا عن مباراة العودة فرجاني سعسي لما اللعيبة راح يطلو بقى القوضة صاحب الفكرة دي كان الكابتن اسماعيل يوسف وكان الفكرة هي تحفيز الفرقة للعيب بتاعها لشان اللي بيواجه الفيروس بتاع كورونا والحياة كان لها دور ايجابي كبير جدا على نفسية مش بس الفرقة ولا نفسية فرجاني بس حتى عالجمهور يعني الجمهور بيسعد بالمشاهد دي مش الخناء والضرب والشتايم طول الوقت والمنظريات المؤامرة في حاجات فكرة حلوة تخلي الناس مبسوطة يعني مش لازم تعمل فهب بطل بالشتايم ولا تعمل فهب بطل ممكن تبقى بطل برضو بالنتائج وممكن تبقى بطل بالموقفة السليمة ممكن تبقى بطل بحكاياتك اللطيفة يعني زي ما شفنا المشهد ده يعني اسعد الناس اكتر مليون مرة من اي كلام تاني بتقال والمشهد ده يعني لو انت شفت كده على السوشيال ميديا النسبة المشاهدة هتلاعها عالية جدا على فرجاني واللعيبة راحت حيوت غنيله عند القوضة بتاعته طبعا نسبة ليوسف الموقف ده الحقيقة كان زاكي بشكل كبير جدا جدا برضو حازم امام غاب عن المطش اللي فات هو سافر برضو مع الفرقة وحازم امام لغاية الصبح كان حيلعب لكن قاعد مع الدكتور بتاع الفرقة في المطعم وقال له انا مش قادر اوان حازم امام طبعا كوميدي راجل كوميدي لان حازم امام بيخاف جدا من الطيران وهو بصه يعني الفرقة كلها والبعثة كلها بتشتغل حازم امام في الصفر لانه حازم امام من اول ما بيسافر يعني بيبقى عامل مرعوب وش اصفر وتركبه الهوى كل شوية تركبه وتعمل له كده يفط من عالكورسي بتاعه فاسماعيل كابتل اسماعيل يوسف وامير مرطادة وكل البعث يهرجوا معه طبعا طول الرحلة ويهدوه شوية ان الطيرا ماشية تمام وبعدين لو حد حب يشتغله هو حازم بيركب الهوى يعني في المسألة الطيران دي ووصله بالسلامة وكله تمام لكن حازم حس ان هو مش جاهز ودي على فكرة لا تحسب عليه بل تحسب له لانه اللعيب لو مش جاهز 100% في المباراة اللي زي دي حتى لو لعيب كبير جدا في المباراة الحساسة اللي زي دي لازم يقول مش هو القصة تلعب والسلام وبعدين اخسر فرقتي تغيير غير ان انا ممكن اخسرها برضو اداء لو انا مش قادر فهو اعترف وقال كده خلاص ما لعبش يعني حتى لو غيلعب ناشئ صغير هيلعب حد مش في مكان وهيلعب مكانك احسن من انا لعب وانا مصاب فحازم قال للدكتور فالدكتور قال للجهاز الفني فما لعبش هذه المباراة لكن حازم ممكن يلحق مباراة العودة وفي جميع الاحوال حيقدر يلحق ان شاء الله المباراة النهائية لكن حتى الان بمناسبة حازم لم يتم تجديد عقده وربما يتم تجديده على المباراة النهائية كنوع من الحافز الكبير لحازم امام على فكرة بمناسبة تجديد العقد المسلوسي موجود يعني والراجل التومس المسلوسي حمزة المسلوسي موجوده بتمرن يمكن كن ده السبب حتى الان يعني شيء برضو مدهش بالنسبة لي ان حازم امام حتى الان لم يتم تجديد عقده مع نادي الزمالك وده يعني احنا داخلين دلوقتي على فترة طويلة جدا حسام عشور لاعب وكابت النادي الاهلي السابق متوقع انه هو ينضم ليه البنك الاهلي نادي البنك الاهلي خلال الساعات القادمة ده الكلام اللي بدأ ينتشر في الفترة الساعة الاخيرة عارفين تلات فرق صعدت للدورة الممتاز البنك الاهلي وغزل المحلة وسيراميكا كله بطرة والتلاتة اكيد حيستعينوا بخبرات من الدورة الممتاز بجانب اللعب اللي موجودة وتغييرات في الاجهزة الفنية البنك الاهلي اختار الكابتن محمد يوسف كان مدير فني ليه فريق البنك الاهلي في الدورة الممتاز وطرعت قصة بقى بيخة مصطفى شبير ووصل شبير هو اللي جاب اسمه لي يوسف ومديل البنك الاهلي هو السوري محمد يوسف وهو اللي الرشحه للبنك الاهلي ورئيس النادي طلع نفى الكلام ده وقال لا بيها حصلش يقوله مصطفى شبير عايزة ودول البنك الاهلي لا بس بانك الاهلي كلام يعني انا بس عايزة اقول يا جماعة بجد يعني انا هقول الكلام ده الاخر مرة مش هقوله تاني مصطفى شبير مشروع حارس واعد ونصحتي يعني للكابتن احمد شبير وزميل عزيز يعني ايه بعد عنه تماما تماما لانه كل واحد مختلف معاك هياخد مصطفى بيك وقطر الكلام عليه يعني يعني كلنا عايزين مصطفى يبقى على فكرة مفيش حد مش يبقى عايز مصطفى شبير يبقى افضل حارس مرمى ومن افضل حروس المرمى في مصر لانه طالما لعب موهوب كلنا عايزين ننجحه يعني بعيد انه هو ابن شبير بقى لأي لعب موهوب في اي نادي اهل زمالك اسماعيلي امبي دجلة اتحاد مصر اسماعي اي نادي هنبقى عايزين ننجحه طالما لعب موهوب وعنده قدرة وكفاءة فنية وبدنية عالية لكن كتر الكلام كتر الزن كتر الحوادث اللي عطرت تلف 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 حوالين اللعيم ده كلام مش هيبقى في صالح ابدا مصرفى شبير فانا بقول له شبير كابتن شبير ابعد تماما عن مصرفه سيبوا يشقوا طريقه وسيبوا الناس تقول عليه كويس او مش كويس من خلال اداؤه خلي مرة يتمرمط في الملعب ومرة يبقى حلو مرة يبقى وحش ومرة يبقى حلو كل اللعيب النجوم والكبار كانت كده وعاشت اجواءها كده فيش اكتر من محمد صلاح اللي احترف ومشي وراح كمل تجربته كمين ما اولين وبعد كده في سويسرا وبعد كده في تشيلسي ومشيومان تشيلسي وياها دي تجربة لغات ما اصبح النهاردة واحد من اهم اللعيبة في العالم وبتعمل له حزاء مخصوص الشركة بتاعت الاحزاء بتعمل له جازمة مخصوص مكتوب عليها صلاح مية بعد بحقق الهدف رقم مية مع ليفر بول هيلعب بيه الاول مرة الماتش بكرة مع ايكس فيه اول جولة لتشامبيوز ليج وجانب بيه عالم مصر على الحزاء كده صلاح مية وعالم مصر وده شيء يعني لو جبت كده خيال من خمس سنين خيال يعني جبت كده عالم الخيال وقلت ايب عندنا لعيب كده لا يوم ما تتخيل كده فاسيبه يعني بقول لكابتن شو سيب مصطفى يشتغل ويلعب ويكتهد واذا كان فعلا هيثبت انه حرس مرمى كبير هيبقى كل الناس او واعد هتبقى كل الناس مع ان شاء الله ويستطيع انه هو يكون امتداد لابوه في الملعب وده يعني ايه المهم فانما احسام عشور الكلام انه رايح البنك الاهلي خلال الفترة الجاي اتحاد الكورة على ما يبدو انه بدأ يرضخ لفكرة اجراء الانتخابات في الموعد اللي هو 30 نوفمبر لان قدامي خبر كمان بيقولوا انه هم خلاص اتحاد الكورة قرر يفتح باب الترشيح يوم 15 نوفمبر سيد عمر الجنيني ممكن تختلف وتتطفق مع عمر الجنيني في اداءه في اتحاد الكورة او في الادارة يعني ممكن تقول في اقدرته اه مظبوط يعني عنده حاجات عنده مشاكل ما عندهش مشاكل عنده بتاعه ممكن تقول زي ما انت عايز على فكرة يعني اقول زي ما انت عايز لكن لا يمكن تختلف على اخلاقه لا يمكن تختلف عن عن يعني زكاؤه لا يمكن تختلف على شخصيته وعلى عمله وراجل عايز يعمل حاجة يعني في النهاية راجل زي ما بقوله كده راجل محترم يعني يعني الكلام اللي عمالي يتقال عليه في الفترة ده كلام مدهش اما تقول تسمع هذا الكلام معقول يعني احنا وصلنا لمرحلة دي يعني خلاص يعني بل واحد يعني في مصر دلوقتي ممكن حد ما بيقدي دوره باحترام فيواجه بهذا الشكل سعار ايه ده ايه ده يعني يعني انا اكتر امن انا من اكتر الناس اللي اختلفت مع عمر الجنين اللي كان يمكن يختلف عن اخلاقه ولا يمكن يختلف عن قيمته يعني كراجل مصري وكراجل بيقدي دوره بيحاول يقدي دوره في حدود الامكانات المتاحة ولما يقول انا راجل انا حجامل الزمالك ولا حجامل الاهلان عايز اعمل الصح هو راجل بيعمل الصح في حدود مفاهيمه يعني نختلف باونا اتفق معاه في الشكل ده ده كلام تاني فالمهم يعني في اتحاد الكورة استقررت الامور على انه هتفتح باب الترشيح يوم 15 نوفمبر لقامة الانتخابات يوم 30 نوفمبر وحيستثنى اتحاد الكورة في التوقيتات يعني كان الاول لازم 45 يوم ما بين فتح باب الترشيح وبالانتخابات والكلام اللي انتوا عارفينه ده وانه كان الانتخابات لازم تقام خلال 4 شهر من انتهاء سنة المالية اللي هي تنتهي في 30 يونيو فكده في نوفمبري بسنة المالية خلاص ماينفعش يعني الكلام الكتير اللي عمل يتقال في القصة دي فالحقيقة اه 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 اضطر الاتحاد الكرة في ظل الضغط اللي بيمنصر الاتحاد الدولي رفض تماما ان الانتخابات تؤجل الكلام كله بييجي انه هتتعامل الانتخابات في ظل اه اللي طلبوا الفيفا يوم 30 نوفمبر وهتفتح باب الترشيح يوم 15 نوفمبر والمفترض هيعتمد اللايحة في الفترة اللي هي قبل الخمسسر وقبل باب الترشيح هيعتمد اللايحة الجديدة بتاعت الاتحاد المصري لكرة القدم قبل ما اختم هقول لكم يعني لجنة الانضباط في شكاوة مقدمة من الاهل يوم الثاني في شكاوة في مرتضى منصور وفيش تانية يعني ولا تالتة ولا عشرة ولا مية مش عارف وشكاوة ضد محمد مرجان وحاجات كده اللي هو مدير عامل نادي الاهل مدير من الاهل والزمالك في بعض أو مدير من الناس في الاهل في الزمالك كده يعني فلاجنة الانضباط المستشار السيد المندري طلب الناس المقدمة ضدها الشكاوة يجي لو عايزة تتكلم عايزة توضح قبل ما يصدر قراره يعني القراره بيبقى نافذ بتاع لاجنة الانضباط اللي اتنين بعتوا مندو بيه يعني الزمالك بعت رسمي مندو بيتكلم عن مرتضى منصور يوضح والاهل بعت مندو بيتكلم عن محمد مرجان اللي جاءت الاندباط اللي راح تقالك اللي اتنين يجوا اللي عايز يوضح يجي بنفسه مش حاجة اسمها تبعت حد عايز تيجي بنفسك توضح اهلا وسهلا مش عايز تيجي بنفسك توضح انت حر لكش حاجة عندنا وده اللي قررته لاجمة الاندباط في اطار الشغل اللي هيا بتعمله خلال الفترة القادمة احنا كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة ان شاء الله يوم الخميس المقبل للساعة خمسة سيكون لنا حلقة جديدة مع الشبابنا على تلفزيون اليوم السابع إلى اللقاء